بتتكرر كل سنة على كل الأحوال نروح للكورة اللي بجد مبالح كان هنهاجي الأخبار الأهلي بس داي همنا كأهلوية بصراحة يعني أنا دايماً وأنا بتفرج على مطشاط الشامبيونز ليج بنبقى ماشيين بالتوازي كده مع الشامبيونز ليج أفريقيا فبشوف العبر وبشوف الدروس وبشوف الطرق وبشوف الأسليب وبشوف التركات موسم استثنائي بلا منازع في دوري أبطال أوروبا يعني محدش كان يتخيل أي حاجة من المتخيلات اللي أنا هتكلم فيها مع حضراتكم واللي أصبحت حقيقة وأمر واقع يعني بعد ما برشلونة يكسب بي أج جي في باريس يحصل الريمونتادة الكبيرة دي بعد طرد أروخه ويخرج برشلونة من البطولة ويتأهل البي أج جي بي أج جي اللي جماهيره الحقيقة عملت المستحيل وقدرته كمان طبعا تتكلم على فريق جاب كل نجوم العالم يعني فيه إيه أكتر منك أنت يبقى عندك في الفريق في سنة من السنين ماركو فيراتي مع ليو ميسي مع نيمار جونيور مع كيليان إمبابي مع دونا روما مع ماركينيوس كتيبة إعدام كتيبة إعدام وهو برضو ما تحققش البطولة والسنة دي لما توصله بتقدم عروض خوايا جدا وتقدر تطلع برشلونة بعد المنتدى شبه مستحيلة في الكامب نو فتلاقي نفسك بتقابل بروسيا دورتمود في الدور قبل النهائي احتفلوا ونحن فيه المباراة النهائية أين كان بقى من سنواجهه يعني هنواجه الريال هنواجه البايرن مباراة من جولة واحدة في ويمبلي ممكن جدا وكل الحسابات والسيناريوهات واردة وليه لأ فإذا بقى طبعا طبعا مفاجأة مفاجأة مش مفاجأة خروج بي أش جي لكن المفاجأة أن بروسيا دورتمود يكسب بي أش جي في ملعبه في بارك دي برانس مبارح بنتيجة واحد صفر ويكرر إنجازه بالفوز طبعا دي لقطات من احتفالات لعيبة بروسيا دورتمود اللي قدموا مباراة دفاعية مبارح زي مارك رويس طبعا نجم النجوم يعني كان ممكن يكون في حتة تانية لو ما تمسكش الحقيقة بالتيشرت بتاع بروسيا دورتمود إن واحد من أهم اللعبين من وجهة نظر يعني أهم اللعبين الألمان اللي قدم في العشر سنين لكن كبر طبعا خلاص يمكن نزل كبديل في الدقاءة الأخيرة مبارح دونا روما دونا روما هو الحقيقة أعتقد أنه باريس سانجرما دفع ثمن ظلمه جمعهي بي أش جي هاتف جزء منهم كبير هاتف معايب ده باريس سانجرما امبارح دفع ثمن ظلمه لكيلور نافاس الهدفين سواء اللي تلقوه في دونا بارك في دورتمود أو اللي تلقى امبارح دونا روما في بارك دي برانس الاثنين خطأ مباشر لدونا روما الاثنين كرتين في المتناول ما لغد في الاعتبار طبعا أنه الحظ والتوفيق كان حليف بروسيا دورتمود امبارح قذايف من كل ناحية وعلى كل شكل ولون في العرضة مرة وفي القائم اليمين مرتين وفي القائم الشمال مرتين والحقيقة كان التوفيق حليف بروسيا دورتمود أنه ما تدخلش بيأكل لكن لما تكلم على مستوى التنظيم أنا بشوف واحدة من أهم مطشط الموسم الحالي كله في زي تبقى منظم دفاعيا قدام فريق بيملك كتيبة من اللعيبة الأسرع على مستوى العالم سواء عثمان ديمبلي أو كيليا نيمبابي أو ومش بس سرعة سرعة مع مهارة مع قدرة على التهديف يعني ثلاث مفاتيح لعب في منتهى الأهمية وفي منتهى الصعوبة أنك توقفهم والثلاثة بيلعبوا بعرض الملعب بتكلم على ديمبلي بتكلم على كيليا نيمبابي وبتكلم على باركولة طبعا بعد نزول إزاي قدر الألمان إن هم يوقفوا الهجوم الشرس والاستحواز والسيطرة الكبيرة جدا اللي عملها بي أش جين بارح ده درس من الدروس اللي لازم تفكر فيه وانت رايح تلعب الترجي في رادس إزاي تنجح في أنك أنت تعمل التحولات بقال عدد من الأمسات وفي أسرع وقت ممكن اتفرج عن بارح بروسيا دورتموند عمل ده إزاي وقدر يهدد مرمى دوناروما في أكتر من فرصة مباراة تستحق الدراسة وإيس على ده كمان في الناحية التانية هل كنت تتوقع ولا أنا كنت تتوقع حتى إنه السيتي بقى بره البطولة وإنه ريال مدريد عطيني حظ ريال مدريد والقني في البحر حقيقة يعني مع كل الاحترام للريال مدريد وتاريخه ونجومه وأسماءه والأنشلوتي نفسه لكن لا طبعا فيه توفيق كبير جدا سواء في مواجهة السيتي زهابا وعودة في الاتحاد وبرنبيو أو في مواجهة باير ميونيخ في الأليانز أرينا في المواجهة الأولى والكل النهاردة في الانتظار ماذا سيحدث في سانتياجو برنبيو ده واحد من الأسئلة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم وخلينا نتفق أنه البطولة السانية دي بتقول أنه كل شيء وارد نتيجة اتنين اتنين هي نتيجة لقاء الزهاب للي ما يعرفش النهاردة طبعا أكيد يعني اللي بيتابعة شامبيونز ليجي عارف أنه قادة الهدف خارج الأرض بهدفين اتلاغت خلاص فالنهاردة السنيرات كلها مفتوحة ونقدر نقول أنه الفرص 50-50 ما بين توماس طوقل وما بين كارلو أنشلوتي